موسيقى طابة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدوها كالعادة بأبرز العنوين موسيقى من موقع أخبار اليوم الكشف عن مقترحات مبادرة إنسانية لولد الشيخ رفضها الانقلابيون موسيقى صحيفة عربية تتحدث عن سيارات فارهة تمتلئ بها شوارع صنعة موسيقى ومن البيان شاب يخسر ذراعيه بسعقة كهربائية أثناء إنقاذه حماما موسيقى أهلا بكم في عنوان بارز جاء في موقع الموقع بوست توكل كرمان التحالف العربي يسعى لتحويل اليمن إلى دولة فاشلة وقال الموقع إن ناشطة اليمنية الحيزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان انتقدت دورة التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية وقالت كرمان في منشور بصفحتها على فيسبوك ما يريده التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات هو أن تبقى اليمن دولة فاشلة ليسهل ابتلعها واحتلال جزرها وسواحلها وموانئها والهيمنة الدائمة عليها وضافت الشرعية التي يزعم أنه جاء من أجلها معتقلة أو معتقلة هناك بالرياضة والمناطق التي تحررت من الميليشيا الإنقلابية تحت هيمنته واحتلاله ويرفض تسليمها للسلطة الشرعية ويحول دون عودتها إليها العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم منها في أقل من شهر حمى الاغتيالات تتزايد في عدن مقتل ثالث شيخ سلفي وسياسيا مصدر حكومي يكشف عن مخترحات مبادرة إنسانية لولد الشيخ رفضها الإنقلابيون ومن المهرة الزبيدي عفوا يلتزم بشروط أبناء المهرة في خطابه ويتجنب مهاجمة الرئيس والحكومة ومن ذات المحافظة مصادر مسؤولة تتحدث عن ضبط مسلحين من المجلس الانتقالي حاولوا تهريب سجناء بالمهرة أكاسرة خلفهم قياصرة تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا في أجزاء من المقال لم يكن سؤال المتنبي الذي رأى خلف الروم روما وهو على أي جانبي كتميلو موجها إلى أبناء عصره فقط فالرجل الذي فرق بين الشحم والورم وأسمعت كلماته من به صمم رأى عن بعد قرون أحوال أحفاد أحفاده وكأن قدرهم هو السجال الأبدي مع قياصرة زمانهم وأكاسرتهم معا ولحسن الحظ أن من قالوا إنما تعرض له العرب من الغزاة على امتداد تاريخهم لو تعرضت له أمة أخرى لبادت وما مكثت على قيد التاريخ مستشرقون منهم الفرنسي والألماني والهولندي ولو قال العربي ذلك تتهم على الفور بالشوفينية دائما هناك خلف الروميرو والخاصرتان تنزفان لكن إرادة الحياة أقوى من الموت ولدى العربي من الاحتياطي الاستراتيجي على مستوى الإرادة وشحنة التاريخ ما يتم استدعاؤه حين تأزف الحاجة فهل ينام واقفا من يشكل ألم من جانبيه أخاصرتين تماما كالنخلة التي لا تنحني إلا حين تموت والقول ما أشبه الليلة بالبارحة يليق بهذا الزمن الذي لم تتخلى فيه الثعالب عن المراوغة ولم تكف الضباو عن انتظار ما يتبقى من أشلاء الفريسة كي تمتص النخاع لكن العربي النازف من كل أعضائه يطفو فوق دمه ويبقى على قيد ذاكرته حتى لو تحول الزهاي مر إلى وباء ما من عصر لم يكن فيه أكاسرة وقياصرة وروم خلف الروم لهذا لم يستغرق العربي في نومه منذ قرون ويضطر حتى حين يموت أن يسهر في قبره حلال على كل الأمم أن تسرتر بنرجسية عن أمجادها وتاريخها وعظمائها وحرام على العرب ذلك لأنهم سرعان ما يتهمون بشوفينية والتعصب العرقي من العناوين التي لا تزال متصدرة لموقع المشاهد نت من الحديدة جماعة الحوثي تختطف تسعة أشخاص من بينهم إمرأة في مدرية الضحي شمال المدينة وقال سكان محليون للمشاهد نت أن مسلحين حوثيين داهموا منازل السكان في قرية دير مشهور بمدرية الضحي شمال الحديدة واختطفوا تسعة من سكان القرية واقتدوهم إلى السجن وضافوا بأن المسلحين الحوثيين اقتحموا المنازل وعبثوا بمحتوياتها وروعوا الأطفال والنساء واعتدوا عليهم بالضربة من جانبه أكد رئيس تحالف رصد بمحافظة الحديدة غالب القديم في تصريح للمشاهد أن الحوثيين اقتحموا قرية دير مشهور بمدرية الضحي واختطفوا تسعة من الأسرة ونقلوهم إلى السجن إدارة أمن الكدن واعتدوا عليهم بالضرب المبرح وضافوا بأن عملية المداهمة والاقتحام جاءت عقب مغادرة زوجة أحد المعارضين للجماعة للالتحاق بزوجها الذي فر خوفا من بطش الحوثيين موقع المصدر أولاين حمل العديد من العناوين بينها مقتل قياد في المقاومة وعنصرين آخرين بقصف ومعارك غربية عز وعنوان آخر أبو العباس ينفي صلته بالجماعات الإرهابية ويطالب الشرعية بالتحقيق وإسقاط التهم عنه ومن عدن الرئيس يوجه بإيقاف استيلاء قوات الحزام الأمني على أراضي معسكر عشرين بعدا ومسؤول أممي رفيع يطالب بحل سياسي لإنهاء المعاناة الرهيبة في اليمن ومن المهر مهرجان الانتقال الجنوب في الغيظة شعبية معدومة ورئيس المجلس يخضع لشروط المهريين وعد غرس خنجرا تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله في صفحة أو في صحيفة الخليج عن بذرة الصراع في المنطقة العربية تتباهى رئيسة حكومة بريطانيا تريزا ماي بالدور الذي لعبته بلادها في إقامة دولة إسرائيل بدون أي شعور بذنب تجاه هذا الدور الذي لا تزال تداعياته قائمة حتى اليوم فالمسؤولة البريطانية ترى في إقامة دولة إسرائيل بواسطة وعد بلفورسي الصيد واحدا من أهم أدوارها في التاريخ وتشير إلى أنها تظهر الدور الحيوي الذي قامت به بريطانيا في إقامة وطن للشعب اليهودي المسؤولة البريطانية تقول إن دولتها ستحتفل بفخر بالذكرى المأوية لصدور وعد بلفور وهو الوعد الذي وضع قاعدة لتأسيس دولة إسرائيل على حساب أراضي شعب آخر انتزعت منه بالقوة والاحتيال والمؤامرات كانت بريطانيا في مقدمتها الأمر ليس مفاجئا ألبتة فالموقف البريطاني من قيام دولة إسرائيل والصراع الدائر في المنطقة منذ تأسيس هذه الدولة الخنجر المسموم في جسد الأمة العربية معروف فقد كانت بريطانيا في مقدمة الدول التي غذت هذه الدولة بمقومات الاستمرار وقد كانت الأكثر دفاعا عن إسرائيل في المحافل الدولية ومنعت أغيرها أبرزها الولايات المتحدة إيجاد حل عادل للقضية التي بسببها يعيش العالم اليوم كل هذا الاحتقان منذ الثاني من نوفمبر تشين الثاني من عام 1917 حيث صدر ما يعرف بوعد بيلفور الذي أعلن من خلاله وزير الخارجية البريطاني آرثر بيلفور في رسالة وجهها إلى اللورد روتشيلد دعم بريطانيا لإقامة دولة لليهود في فلسطين والمنطقة تعيش صراعا لم يهدأ حتى اليوم لأن الوعد صدر من شخص لا يملك لشخص لا يستحق في موقع الاشتراك نت عنوان بارز الميليشيا تختطف 16 مواطنا بعد مداهمة قراهم بجبن في الضالع وقال الموقع اختطفت ميليشيا صالح والحوثي اليوم السبت 16 مواطنا من مديرية جبن شمالية شرق محافظة الضالع وضاف الموقع داهمة الميليشيا بعشرات المسلحين عزلة نعوة بجبن واختطفت 16 مواطنا من ابناء العزلة واقتدتهم إلى جهة مجهولة وقالت مصادر محلية للاشتراك نت إن حملة الاختطافات أتت بعد منع الأهالي في عزلة نعوة من دخول سوق المديرية وحسب المصادر فإن الميليشيا تسببت في إحداث حالة من الزعر والهلع أوصاة النساء والأطفال أثناء مداهمة قرى عزلة نعوة وليقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد تعنون صحيفة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالشان اليمني اليونسيف ترد على وكيل جوتيريش مطار صنعاء مفتوح للرحلات الإغاثية وقالت الصحيفة في الوقت الذي طالب فيه مارك لوكاك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثية بفتح الرحلات الإغاثية بمطار صنعاء أكدت صورة بثها حساب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف في تويتر أن المطار يعمل للرحلات الإنسانية ويستقبل الطائرات الإغاثية وتضيف الصحيفة جاءت مطالب الوكيل الجديد في إطار مطالبته أيضا بفتح المطار للرحلات التجارية المطالب ذاتها أيضا لم تكن جديدة فيما يتعلق بالرحلات التجارية لكن الجديدة مطالبته بفتح المطار للرحلات الإنسانية رغم تأكيد مصادر في صنعاء أن الوكيل نفسه استخدم الطائرة في الوصول إليها قادما من زيارة إلى عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتقول الصحيفة أن محللين اعتبروا تصريح الوكيل الجديد الذي زار عدن وصنعاء ولحج من دون المرور بتعز المحاصرة خلال اليام الخمسة الأخيرة بأنه أثار تساؤلا هاما عن مدى جدية الأمم المتحدة حيال التعاطي مع الملف اليمني في تقرير كتبه فاروق الكمالي لصحيفة العرب الجديد بعنوان هوامير الحرب سيارات فارهة تغزو شوارع صنعاء ويقول التقرير أنه رغم الحرب التي تمزق اليمن منذ عامين ونصف العام بدأت مظاهر الثراء والبذخ على البعض فعشرات من سيارات بورش الألمانية واليكز اليابانية بموديلات 2017 تجوب الشوارع ويتابع التقرير تزدهر أعمال البناء وترتفع أبراج عالية من عدة طوابق في مفارقة مدهشة لا تبنى أو لا تنبه عن حال البلد الذي يصارع الجوع بنسبة 85% من سكانه الفقرة وفي شوارع العاصمة اليمنية صنعاء يصدمك عدد السيارات الفارهة التي تعلق في الزحام وتتأخر كثيرا أمام إشارات المرور بينما كثير من موظف الحكومة الذين توقفت رواتبهم اضطروا إلى بيع ما لديهم لشراء سيارة أجرى أو حافلة نقل جماعي صغيرة للعمل عليها لتوفير قوتهم وتتابع العرب الجديد دهشة تصيب السكان الذين يصارعون الجوع والأوبئة عندما يشاهدون أعمال بناء بشكل متسارع ويوميا يفاجأ الناس بانطلاق أعمال بناء في أكثر من موقع ويضيف التقرير خلال بضعة أشهر ظهرت بنايات ضخمة من عدة طوابق قامت على أنقاض بيوت قديمة تم شراؤها وهدمها يا أيها اليمن المنسي تحت هذا العنوان كتب الصحف الأردني ومدير تحرير دائرة الترجمة في صحيفة الغد اليومية الأردنية على الدين أبو زينة مقالا تحسر فيه على الحال الذي صار إليه اليمن وقال الكاتب لم نكن نسمع بطائفية في اليمن وباستثناء أقليات لا تذكر فإن اليمنيين كلهم مسلمون تقريبا ومع أن الطائفة ليست سببا موجبا للصراعات والتمايزات بين أبناء الوطن الواحد والعقيدة الواحدة فإنه لا يعرف عن فكر شيعة اليمن اختلاف يذكر عن السنة بل إن البعض يصفهم بأنهم سنة الشيعة لكثرة قرب نسختهم من مواطنهم والسنة وهم يصلون معا في نفس المساجد يغلب أن أصل الصراع الداخلي في اليمن الذي كان أبرز مظاهره التنافس بين الشمال التقليدي والجنوب الشيوعي وليس الصراع الطائفي هو المظالم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وسوء عمل المؤسسات مثل أي صراع داخلي آخر في المنطقة وعلى المستوى النظري تحل الأزمات بهذه الأوصاف بالتوافق على صيغة محلية لتقاسم السلطة والامتيازات وتعزيز الحريات والمشاركة ربما بمساعدة الخارجين في التوسط أو تقديم المساعدات الاقتصادية لتخفيف أسباب الأزمة الضحايا هم المواطنون جميعا بغض النظر عن أي تقسيمات فرعية ولا يمكن أن يعمل الولاء لأجندات أجنبية في خدمة مواطني أي بلد المدنيون اليمنيون العالقون في بحر البنادق والبيادق وسعار الحرب يموتون وهم يشاركون في الجنازات أو العراس أو في المدارس أو مستشفيات المنظمات الإنسانية بسبب أخطاء بشرية والخسائر الجانبية في الأبرياء مرافق حتمي لكل صراع عسكري ومهما تكون مسميات ومصوغات الصراع في أي بلد عربي فإن المهزومين والقتل لا يمكن أن يكونوا سوى مواطنين عرب من أبناء البلد المعني وسنكون نحن كلنا خاسرين ومهزومين بطريقة أو أخرى يستدعي ذكر اليمن دائما تلك الأبيات الأثيرة التي تعلمناها مع الأبجدية بلاد العرب أوطاني من الشامي لبغدادي ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني تنفرد صحيفة الصاندي تايمز بنشر تقرير في صفحتها الأولى تقول فيه إن رفاتة ديفيد كيلي مفتش أسلحة العراق الراحل قد نقل من قبره سراً وتقول الصحيفة إن عائلة كيلي نبشت قبره ونقلت رفاته بعد أن وضع بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة لافتة قرب قبره تهدد بنبش القبر واستخراج رفاته منه ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من العيلة قولها إنها لجأت إلى هذا الحل بعد أن انتهكت قدسية القبر على يد ناشطين يعتقدون أن العالم البريطاني لم ينتحر وقد توفي كيلي في عام 2003 بعد أن كشف أنه ألقى بظلال من الشك على الملف الرسمي لأسلحة الدمار الشامل في العراق وادعي الحكومة البريطانية بقيادة توني بلير حينها بأن لدى العراق أسلحة دمار شامل يمكن إطلاقها في غضون 45 دقيقة وقد شكلت لجنة تحقيق لتقصي الحقاق في أعقاب موت كيلي برئاسة اللورد هاتون خلصت حينها إلى أنه قد انتحر ولكن لم يكن ثمة تحقيق شرعي في الأدلة الجنائية وتنقل الصحيفة عن مصادر وصفته أو مصدر وصفته بأنه مقرب من عائلة كيلي قولها بأن جماعة العدالة لكيلي التي تزعم أن موت العالم لم يكن بيده انتحاراً وضع لافتة مقابل قبره تدعو إلى ضرورة إجراء تحقيق للطب الشرعي بفحص جثته يقول علماء فضاء أمريكيون كما أوردت صحيفة القدس العربي إن كويكباً صغيراً أو مذنباً تم رصده عبر النظام الشمسي ربما جاء من مكان آخر في المجرة وربما كان أول زائر بين النجوم يتم ملاحظته من الأرض وتم اكتشاف هذا الجسم الغامض في وقت سابق من هذا الشهر من قبل باحث باستخدام نظام تيليسكوب متطور في جامعة هاواي الذي يمسح الكون باستمرار من أجل مثل هذه الظاهرة وقال بول تشوداس مدير مركز دراسات الهداف القريبة من الأرض التابعة لناسا من المعتقد منذ فترة طويلة أن مثل هذه الأجسام وجودة كويكبات أو مذنبات تتحرك بين النجوم وتمر أحياناً عبر نظامنا الشمسي ولكن هذا هو أول كشف من هذا القبيل ديفيد فارونشيشا فاروشيا عالم من ناسا قال إنه يسير بسرعة كبيرة وعلى مسار يمكننا القول بثقة أن هذا الجسم في طريقه للخروج من النظام الشمسي وعدم العودة وضاف علماء ناسا إنه إذا تم تحديد هذا الجسم رسمياً باعتباره الأول من نوعه الذي تم رصده من الأرض فإن قواعد تسميته يجب أن يحددها الاتحاد الفلكي الدولي أما صحيفة البيان فقالت بأن الشاب التركي رمضان طاش ديمير شاهد حمامة علقة على عمود ضغط عال بينما كان يرعى ماشيته في ريف بلدة ديدين بولاية إغري شرق تركيا فهم بإنقاذها لكن القدر كان يخفي له مفاجأة صادمة الشاب البالغ من العمر 11 عاماً سرع إلى مكان الحمامة العلقة لكنه تعرض لسعقة كهربائية تركت له تلفاً في العضلات والأوتار ما أضطر الأطباء إلى بتر ذراعيه بعد فشل جميع محاولات العلاج وناشد ديمير المسؤولين أن يوفروا له ذراعين صناعيين ليواصل حياته من جهته قال الطبيب المعالج محمد أزدروكين طاش ديمير تعرض لحروق من الدرجة الثالثة بسبب السعقة الكهربائية ما أدى إلى حدوث تلف في العضلات والأوتار وأكد أن الأطباء قاموا بجميع المحاولات من أجل إنقاذ يدي الراعي إلا أنهم فشلوا في ذلك بسبب التلف الكبير في العضلات اللي يتم قطعهما في عملية جراحية قبل أيام هدف التعليم التدريس ليس مكافحة التفاوت تحت هذا العنوان كتب المؤرخ والصحف الفرنسي جاك جوليير ما قاله المعاد نشره في الحياة اللندنية على التيار الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي أن يقلع عن الاستناد إلى مجازاته منذ مطالع القرن العشرين وعليه التفكير في المستقبل والأخذ على عاتقه مكافحة مساوئ الرأس مالية ويقتضي هذا في موقع علماضي وحوادثه والإقرار بها واستخلاص دروسها وفي فرنسا لعل أبرز ما حصل في أواخر ولاية فرنسوا مترا الثانية تخلي اليسار عن قيمه وتبنيه مثالا ثقافيا يجافي مثاله المعروف والمدرسة قارينة بارزة على هذا الانقلاب فالمدرسة أو نظام التعليم تولت زمنا طويلا ضمان الميثاق الجمهوري القائم على أولوية التربية والمعرفة وكانت المدرسة رمز المثل الأعلى الذي يرفع اليسار لواءه وهذا ما سمي منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر الوعد الجمهوري وهو الوعد بإتاحة الفرصة لكل مواطن أي مواطن بلوغ منتهى طاقاته وإمكاناته والتعويل على المعرفة ومفعولها المحرر واطلعت المدرسة الجمهورية بدور أداة سقل المواهب والطاقات وإبرازها والمساهمة في رفع مستوى الجسم الاجتماعي كله ورقيه ولكن تأثير الاجتماعيات وعلى الخصوص تأثير بيبر بيرديو وفيليب ميريو أحلى محل هذا المثال غاية أخرى هي مكافحة التفاوت بين التلامذة وليست هذه وظيفة المدرسة فدورها هو التعليم والتنشئة فإذا أدى التعليم والتلقين ونشر خير المعرفة وأكثرها جودة إلى تضييق التفاوت الاجتماعي كان هذا ثمرة ممتازة ويرحب بها أحسن ترحيب من غير نسياني أن مكافحة التفاوت ليس غرض المدرسة وليس عليها مدار عمل التدريس وعلى النحو نفسه لا يتصدى الطب للتفاوت الصحي ومعالجة فروق الأحوال الصحية بل لشفاء الأمراض صحيفة الديلي تليغراف نقلت مجموعة صور متفرقة لأبرز أحداث العالم من احتجاجات ومهرجانات وغيرها من الكثير من الأحداث نتابع الصور موسيقى 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 اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصوح العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير دمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة